سلسلة قلبي يعتبر من الأعمال الدرامية الرومانسية التي سيتم معرضها في موسم رمضان 2023. هذا المسلسل من تأليف فهد المرعي ومن إخراج عمار تميم. تدور أحداث هذا المسلسل حول جريمة قتل تمت في إحدى ليال الزفاف، إلا أن الأحداث تترابط وتتعقد في بداية الحلقات. يشارك في هذا المسلسل الفنانة جيني أسبر وعاصم حواط، بالإضافة إلى باقة متميزة من الفنانين وهم رواد علي ورانا جمول وحسين عباس ولينا حوارنا وجوان الخضر. يعد هذا المسلسل من المسلسلات الدرامية التي تناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية في المجتمع السوري، وهو من إخراج المخرج جود سعيد. تدور أحداث المسلسل حول قصة ثلاثة من الشباب المناضلين يحاولون التغلب على ظروف الحياة بخزمة من التحديات. في مختلف ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية. المسلسل من بطولة الفنان محمد الأحمد، كما يشارك في العمل الفنان أيمن زيدان وصفاء سلطان ولجين إسماعيل. يشارك أيضا في العمل كل من الفنان علي سعيد وحسين عباس وهالا رجب. مسلسل الموت في الجزء الثالث يعد مسلسل الموت في جزء الثالث أحد المسلسلات التي أعلن عنها المنتج جمال إسنان عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام. حيث سيتم معرض الجزء الثالث في رمضان 2023. ويعتبر هذا المسلسل استكمالا لحياة طفلتان تعيشان في ملجأ. حيث أفصح عن تلك الأحداث الجزء الأول من المسلسل. إلا أن الجزء الثاني يتابع حياة الفتيات في مرحلة الشباب وتتوالى فيه الأحداث الشيقة. يشارك فيه هذا المسلسل كلا من ماغي بوغصن ودانتلا رحمة بالإضافة إلى الفنان محمد الأحمد وباسم مغنية. هذا المسلسل من تأليف نادي نجابر. وإخراج فيه ليب أسمر وإنتاج شركة إيجيل فيلمز للإنتاج الفني. مسلسل قرار وزير للمرة الأولى يتصدى الممثل السوري القدير جرجس جبارة لتجسيد أول أدوار البطولة الرئيسية في مسلسل قرار وزير. الكاتب معان سقباني والمخرج طارق سواح. إذ ثبتوا الحكاية من خطوة تقديم استقالته وإصلاح عائلته. التي تنطلق معها رحلة اكتشاف أخطاء المجتمع المحلي بأسلوب كوميدي خفيف. يشارك بطولته ريم عبد العزيز، سوسن ميخائل، حسن عباس، محمد قنوع، غسان عزب وآخرون. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة حتى يصلك جديد فيديوهاتنا أول بأول. ترجمة نانسي قنقر